سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مرحبا بكم الداخلية تحجزت تاكسيات بلا مأذونية قانونية شرعت مصالح وزارة الداخلية في حج السيارات الأجرى التي توفي أصحاب مأذونيتها دون أن يتم تفوتها لذوي الحقوق وذلك تفعيلا لمذكرة الوزارية الأخيرة رقم 750 وبدأت بعض العملات على غرار عمال التورير تحجز سيارات الأجرى ما كذلك عملت المصالح الأمنية على تنفيذه بناء على قرار عملي وأكدت مصادر نقابية للجريدة إقدام السلطات على حجز بعض العربات وهو ما أثار غضبا في صفوف سائقي سيارات الأجرى الذين احتجوا على الأمر وأشار في هذا الصدد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل أن هذا القرار يندرج ضمن تفعيل المذكرة الوزارية غير أن هناك ملاحظات يجب تطبيقها من أجل حماية حقوق السائق المهني المزاول ولفت المتحدث نفسه ضمن تصريح له للجريدة إلى أن نقابته تطالب بتفويت المأدونية للسائق المهني المزاول بها الذي تؤكد مكاسب التنقيط استغلاله بها وذلك في حالة وفاة صاحبها وترى النقابة الديمقراطية للنقل وفق المتحدث نفسه ضرورة ضمان حقوق السائق المهني المزاول من أجل ضمان استمرارية عمله بعد وفاة المستفيد من المأدونية ومن أجل ضمان هذا الحق يؤكد فرابي ضرورة توفر بعض الشرط من بينها إعطاء الأسبقية لمستغل الرخصة للمتوفى صاحبها إذا كان سائقا ممارسا فعليا للمهنة وتعتبر الرخصة التي يستغلها مصدر رزقها الوحيد وكانت وزارة الداخلية أصدرت مذكرة أكدت فيها أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالخصوص بترخيص خاص بذلك بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص والبثة فيها